خلفت جائحة كوفيد تحديات كبرى القت بضلالها على كافة جوانب الحياة البشرية الاجتماعية والاقتصادية والانسانية وهددت بأزمة غدائية في العديد من مناطق العالم خصوصا تلك التي كانت تشهد حروبا ونزاعات وتوضح الأدلة المستمدة من تقييمات الأمن الغدائي أن جائحة كوفيد كان لها تأثير مضاعف على البلدان التي كانت تعاني سلفا من أزمات غدائية حيث هددت التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد واستمرار النزاعات وتدفق النازحين والتغيرات المناخية هددت كلها بدفع 270 مليون شخص للسقوط في براثن المجاعة بحسب تقديرات الأمم المتحدة لسنة الفارطة ومن المتوقع أن تزداد احتياجات الأمن الغدائي بشكل كبير في عام 2021 حيث تؤثر إجراءات الجائحة على النظم الغدائية في جميع أنحاء العالم وتعطل سلاسل الإمداد الغدائي بالكامل وأشار مكتب الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة إلى ما اعتبره رقما قياسيا بلغ 235 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2021 بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2020 توفيق البوشتاوي انفانتكات جونيف